أهلا بكم يعد الهجوم الذي شنه تنظيم داعش الأعنف بعد هجوم مماثل هذا الأسبوع غرب تلعفر وهدف من خلاله إلى فتح صغرة لعبور الحدود صوب الأراضي السورية لكن قوات الحجد الشعبي أحبطت تقدم المسلحين على قرى جنوب غرب تلعفر في محاولة منهم للهرب باتجاه البعاج مع الإشارة إلى أن قيادات التنظيم تحاول الفرار نحو سوريا اشتباكات عنيفة بين الحجد والمسلحين على مدى ساعات تحركات داعش فيها جماعت غرب تلعفر كانت في الغالب من قرية الشريعة الشمالية التي يحتلها باتجاه ثلاث قرى عين طلاوي عين لحصان وخربة الجحش اعتمد فيها تنظيم على البلدوزر لفتح سواتر الحجد الشعبي كما استخدم صب يستدعاهم وفق معلومات الحشد من بادوش شمال الموصل وعلى أكثر من ثلاثمائة مسلح انطلق التنظيم في كل هجماته من غرب تلعفر باتجاه تلة الحوثي ومحور سينو مستغلا طبيعة التقص والأجواء الماطرة في صحراء بادية نينوة الخلافات الحادة وقعت بين قادة التنظيم وعناصر ولايتي الجزيرة والفرات نتيجة خسارتهم الكبيرة في الهجومات الأخيرة لتمتد إلى عناصره المتواجدين في القيروان وتلعفر بعد رصد أمني لاتصالات مسلح داعش تكبد تنظيم داعش خسائر كبيرة في صفوفه من قادة ومسؤولين وكان أبرزهم مسؤول العمليات الخاصة في داعش غرب نينوة نجم الملقب بعمه